73 نائباً خارج حسابات البرلمان العراقي استقالات الصدريين التي جاءت مفاجئة للعملية السياسية في البلاد وعلى مدار ثمانية أشهر لم تحل عقدة من عقد الأزمة بين القوى نحو تشكيل حكومة العراق الجديدة احتمالات متعددة الأوجه وثقيلة التوقعات في معيار المخاوف من تأزم أكثر ينتقل من الطاولة إلى الشارع من ناحية قانونية فإن أراء مختلفة ذهبت إلى أن الاستقالات صحيحة وقد تكون الخطوة اللاحقة حسب قانون الانتخاب تعويض الخاسرين الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية بدلاً من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا لكن تبعات الاستقالة الصدرية قد تترك أثراً على تشكيل الحكومة وفتح الباب أمام تكهنات يترقبها سياسيون حول ما ستفضي إليه الاستقالة من تداعيات يرى بعضهم أنها ستمهد لانتخابات مبكرة هذا الرأي يقابله ترقب لما يحضره الإطار التنسقي سيما بعد اجتماع عقد في منزلي همام حمودي لبحث تداعيات الاستقالات التي وجه بها زعيم التيار الصدري كتلته ووافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورافقها انسحاب جعفر الصدر من الترشيح لمنصب رئيس الوزراء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني غرد برسالة الاحترام لقرار مقتد الصدر رئيس تلاف الوطنية إياد علاوي غرد داعياً القادة الوطنيين إلى الجلوس على طاولة حوار وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية فصائل مسلحة إذن يبقى السؤال القائم ماذا تحمل الكتل السياسي المتبقية في البرلمان من حلول تنهي أزمة المشهد السياسي في البلاد؟